دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولية لممارسة الضغط اللازم والحقيقي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار الدائم والشامل وتأمين عودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى شمال قطاع غزة وشددت دائرة شؤون اللاجئين بالمنطقة على أن عودة الأونروا إلى شمال قطاع غزة وتكثيف تدخلاتها في كل أرجاء القطاع تمثل أولوية قصوى خاصة وأن الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة يعاني الويلات في ظل الأوضاع المأساوية داخل مراكز الإيواء في المدارس والمستشفات التي تركت بدون أي إمدادات في المياه أو الكهرباء أو الغذاء أو الدواء